ايه هي البارمتسفة؟ البارمتسفة هي حفلة يهودية دينية بتتعامل للشاب اليهودي لما يبقى عمره 13 سنة يعني لما يبقى مكلف بآداء كل أوامر ووصايا الشريعة اليهودية اللي بيسموها الهلخاء يعني ببساطة دي حفلة بيقولوا فيها الوات كبر وبقى ممكن ينفذ الوصايا ويبقى مسؤول عن نفسه وبيقرى فيها الطورة لأول مرة بنفسه طبعا وهو طفل مش مكلف مش مكلف اللي بيعمل حاجات كتير وبيبقى مسؤول من والديه لكن لما كبر بقى خلاص يبقى مسؤول عن نفسه عشان كده لو تفتكروا في معجزة عملها السيد المسيح لكل المجد لما فتح عين الأعمى ولدي المولود أعمى قالوا لليهود إيه لما راحوا يسألوهم عن ابنهم وإلا حصل فقالوا لهم إيه هو كامل السن اسألوه فهو يتكلم عن نفسه هو كامل السن فسألوه كامل السن يعني عدد 13 وإحنا بقى كوالدين لي مش مسؤولين عنه من ناحية النموس والإيمان وبالنسبة برضو للبنات في حفلة زيها بتتعمل بس لما تبقى عمر البنت 12 سنة وبيسموها بات ميتسفة يبقى بار ميتسفة للولاد وبات ميتسفة للبنات بس طبعا بتاعت البنات ما بتبقاش كبيرة قوي زي بتاعت الولاد ترجمة نانسي قنقر